جمالي ممكن هاخد من كلام حضرتك ونروح لسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ومسألة صورة الشارع المصري المكتملة داخل جلسات الحوار الوطني تعدد الأراء واختلافها اللي بيدي لصانع القرار الحقيقة الطريق للقرار الصحيح ده بيتم داخل جلسات الحوار الوطني أنا برحب بحضرتك مسألة خير على حضرتك يا فانت أهلاً أهلاً بحضرتك يا أستاذ هدير وإستاذة ضيوف أهلاً وصف يمكن مسألة يعني أنه الحوار الوطني بيجمع كل القوى السياسية ومشاركة جميع القوى السياسية والاختلاف موجود وحتى أنه الموضوع تعدى المشاكل المحلية احنا شفنا النهاردة في البيان الصادر عن جلسة الرقم 23 من 8 يوم الأربع الحديث لشعب السودان الشقيق بتجنب الفتن والاهتمام بالبعد الدولي والإقليمي وأعلاء الأمن القومي فاحنا نتكلم في أنه الحوار ممتد لقضايا حتى ما هياش قضايا يعني تمثل مواطن مصري من الدرجة الأولى أو الشارع المصري الحوار الوطني هو حوار يمس المواطن المصري سواء هذا المثال كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر تعليقا على مثالة السودان السودان جار وجار عزيز وبلد شقيق ويمثل يعني أهمية كبيرة جدا للدولة المصرية وكل ما يحدث في السودان يعني نحن في مصر متأثرين به ومتعاطفين معه ونقف مع الشعب السوداني الشقيق وبالتالي الحوار الوطني المصري بيمس جميع القضايا التي تعني المواطن المصري زي ما تفضل الأستاذ جمال أنا طبعا مش شايف التلفزيون بس أنا عرفته من صوته الحقيقة احنا أمام مساء الفولة سنتم السشار مساء النور أهلا بحضرتك يا جمال ثلاث محاور 19 لجنة 113 قضية قد تفرض بعض القضايا المستجدة نفسها وده برضو سوف يتبنها الحوار الوطني ويناقشها من خلال آليات مرنة جدا ده معناه أن الحوار الوطني كان متبصرا بأنه لا يتير في خط مستقيم إنما في خط صاعد وهابط بحيث أن نصل لترتيب أولويات الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة أتصور أن معظم القضايا التي تمس المجتمع المصري موجودة المجتمع المصري بجميع مكوناته الجهوية والجغرافية والسياسية موجودين في الحوار الوطني وهذا هو جمال الحوار الوطني نحن بنضم الجميع لأننا متأكدون أن الجميع على أرضية واحدة وهي الأرضية الوطنية المصرية صحيح وعايز أروح مع حضرتك للجلسة الافتتاحية اللي بتحضرولها يوم 3 مايو وملامح هذه الجلسة بعد الجلسة اللي حصلت يوم الأربع هل هناك ملامح واضحة لها دلوقتي الجهات المشاركة هل في تمثيل حكومية حيكون موجود؟ طبعا دعيني لا أستابق الأحداث جمال بي عارف أنه تم التوافق على أن الذي سيعلن تفاصيل الجلسة الافتتاحية هو السيد المنصق العام ولكن دعني أؤكد لحضرتك على بعض النقاط رقم واحد أن الفضور هيبقى كبير رقم اثنين هيعكس تنوع المجتمع المصري يعني هنلاقي رموز سياسية مصرية رموز اجتماعية ورموز اقتصادية هنلاقي فيه بعض الجهات ممثلة هنلاقي فيه بعض المنظمات المهمة مثلا في المجتمع المدني أيضا حاضرة قادة الفكر والرأي والاقتصاد موجودين سوف يتم إعلان خطة الجلسات بشكل مفصل سوف تكون هناك بعض الكلمات لبعض الحاضرين طبعا هنصارح ونكاجف الشعب المصري في الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة إن شاء الله يعني هذه هي بداية الانطلاق العلني ولن أقول الفعلي لأن الحوار منطلق واتم التجهيز لو بشكل مؤسسي وبشكل كبير ولكن هيبقى ده الانطلاق العلني للجلسات إن شاء الله لكن كل اللي أكد حضرتك أن الجلسة إن شاء الله سوف تعكس تمثيل جميع مكونات المجتمع المصري برموزها وشخصة إن شاء الله صحيح سيادة المستشارة ويمكن من النقاط الهامة في البيان كانت كمان مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات والاستجابة الكريمة من سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لمسألة اقتراح المجلس لإسمرار الإشراف القضائي على الانتخابات الإشراف القضائي ضمانة أكيد من ضمانات سلامة إجراءات الانتخابات بجميع أنواحها الشعب المصري أطبح يألف الإشراف القضائي ويأمن ويطمئن إليه الحقيقة أن كانت لفتة طيبة من مجلس أمناء الفوار الوطني أنه هو يصير هذه المسألة وبالمناسبة هذه المسألة مدرجة على جدول القضايا بتاعة المحور السياسي منذ اليوم الأول إحنا طرحنا فكرة سيد الرئيس باتجابة كريمة وسريعة وجه بدراستها من الجهات المعنية هيبقى ده إن شاء الله هو توجه مجلس الأمناء وجلسات الفوار الوطني كلما رأى قضية نافعة من القضايا سيحاول أن يبلورها في شكل مقترح إما يأخذ شكل تشريع أو يأخذ شكل سياسة حكومية أو قرار تنفيذي بحيث أن الحوار صاعد وهابط وهو حوار تفاعلي بمعنى أننا سنطرح الفكرة وتتنفذ إزاي إختصاص الجهات المسؤولة برضو خليني أؤكد برضو بوضوح لحضرتك أن الحوار الوطني هو بيت وطني ومخزن للأفكار والرؤى ولن يحل نفسه محل أي جهة وليس له أي علاقة بأي قرارات الحوار الوطني يصدر توصيات إنما الذي يصدر القرارات هي الجهات والأجهزة والمؤسسات المعنية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني على وجودك معنا النهاردة في التساع